اول فلوس جات له راح مديني نصه قال لي اشتري يا ماما اللي هدوم اللي انت عاوزاه واشتريتي؟ لا اشيلت الفلوس طب وهو كده مزعلش؟ لا امر مزعلش مني بصو بيحبيني اوي يا بختك ايه؟ ايه؟ لا يعني يا بختك ان ابنك بيحبك اوي كده طبعا يا حبيني مش انا امه اه طبعا اللي قوليلي انا شايفك مهتمية بعمر اوي هو ايه الحكاية؟ ولا حاجة قصته صعبان علي اوي يا طنت عشان متجوز الخواجاية دي هو مبسوط معها؟ ولا مش مبسوط؟ ولا منعارف يا بنتي بس لو كان مش مبسوط كان زمنه سابق على رأيك بس هو بيقول عليها نيكادية يبقى مبسوط معها ازاي؟ قوليلي انت عندي كم سنة؟ سعتاشر ونص يا طنايا لست صغيرة لا يا طنت ما نكبرت بعد ما دخلت الجامعة؟ الجامعة؟ وفي سنة كم في الجامعة بقى؟ في سنة قولة كلية التجارة ها؟ ها؟ يلا بقى وانت بتشرب الشاي كده؟ كملي كلامك عن عمر لا انا يا دور كشب كبات الشي و او منام تحبك اوي لو قعدت اتكلم من دلوقتي اللي الصبح الكلام مش هيحص عن عمر ليه يا طنت ونبي تكملي ونبي ونبي علي السرط والسلام بص بقى طول عمر عمر يحب القلاجة يعني ايه القلاجة؟ يعني النزاهة واللبس الحلو والمنظرة اه؟ هو شيك اوي يا طنت اشيك واحد ف اخواته وزوق حلو بشكل لا دا الموضوع وسع قود انا هقوم انام ايه يا طنت؟ هو حدثك زعلتي مني؟ لا يا حبيبش ازعل منك ازاي؟ انا هغش هنام عشان تتنامي كمان عشان تروح لجمعيتك الصدح طيب تصبحي على خير وانتي من اهله هو طبعا موضوع يداي بس لو فكرت فيه بالعقل عقل عقل ايه بس يا حسان؟ الموضوع دا مش جواه يا وبس دا جواك انت كمان ومن قبل الرجل دا ما يموت ايه بس فيه حاجات غريبة بتحصل لنا يا اخي اخو انتو اللي خليتو عايش جواكو يعني ايه؟ يعني انتو الاتنين كنتو بتفكروا فيه هي بتفكر ليه سب لها الصروة دي كلها وليه كتب في مذكرات وانه محبش في الدنيا غيرها وانت بتفكر واحد حبها وهي على زنتك ليه سب لها الفلوس دي كلها سداني ايه هو هتفكر في واحد ميت وإلا هتجني على حياتك وعلى بيتك هتجني هي لا يمكن تكون بتفكر فيه بتبقى مجنونة لو بتفكر فيه بعد كل اللي عملوا معاها دا هي بتفكر في كلمة واحدة بس ليه هو تصرف كده مش فيه هو حاول فوزي تبقى اقوى منه ومن ذكراه يعني كان صرته قدامك عادي لكن كتب نراس كبير وماله ما هي ام اولاده هتحافظ على الفلوس دي للمولادين بالعكس هو ها أنا رايي انك انت دايما تجيب صرته قدامها وقدام للمولادين وتقول لي نفسك انا اقوى منهم انا اللي عايش وهو اللي ميت انا الحاضر وهو الماضي عارف انت بحسسني كاني مريض نفساني وانك انت بتعلقني ها 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 ده مدخبش بش اقل منك البزيجة يا سيدي ها 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 تخيله يا فوزي انا بتغالي ان الراجل ده عمل ده كله قبل ما يموت علشان يفربق بنكو حتى هو ميت والله احتمال بس تسمع بقى اوعى تعفي خصوصا قدام ولاده ولاده انا اللي عملته لولاده هو شخصيا ما عملوش اخوان انت عملت ده كله عشان قطر صار اه طبعا عشان قطر خلاص يبقى تسمع كلامي بقى علشانك وعلشانها وعلشان الاولاد اللي ملهمش في الدنيا غيرك ها قلت ايه حاضر حاضر يا حسين انا اسفق او يا فوزي انا خلاص نسيت انت كمان لازم تنسي طيب الحمد لله ايه في ايه انتو بتتغمزوا كده ليه امدا ما فيش حاجة لا فيها امكان بفتش بص بقى يا فاكر حضرتك البيت اللي ماما كانت عايشة فيه قبل ما تتجوز حضرتك واللي احنا بعد كده عايشنا فيه مع بابا بقى بيتنا خلاص مش فاهم مروان يعني قصده ان البيت هناك اكبر واوسع وجب نوح وحسام وبعدين يعني هو يقصد ان احنا نروح كلنا هناك لا لا ليه بس يا امكان لانه مش بيتي بس ده بيتنا وهنا بيتنا كلنا وهناك برضو حبا بيتنا كلنا ماركوك يا اونجي فاوزي عشان قاتل يا وفا نجرب يا فاوزي اه يعني انتي عاوزة تروحي هناك ها هازي بيت واحده اه انتبقى مصاممين ايوه فاوزي يعني لو انت متضايق ان احنا نروح دلوقتي ممكن استنى شهر او اتنين لا خلاص اه انا فرد وانتو جماعة والجماعة تغلب يعني شاس بس بس صحة باشا جت لنا الشرع من الانتربول في ايطاليا بتقول انهم هيبعتوا زابط من عندهم عشان عملية التنسيق بيننا وبينهم ووضع الخطة اللي تمكنهم من القبض على زعماء الموفي هناك وفن المادلاتي موت في كارولين وعمر هاي بقى ايه؟ شفا خالت هو بالنسبة لكارولين مش مهمة لا لينا ولا ليهم لان هي ببساطة شديدة جدا ممكن تنفي علاقتها بالفلوس اللي وصلت مصر وممكن تتنازل عنها وممكن كمان تتصالح مع الادارة وفي الحالة دي ممكن تسيب البلد من غير اي عقاب يا جماعة انا المهم عندي مش كارولين المهم عندي ابوها زعيم العصابة عشان كده الانتربول كان مهتم انه يبعت مندوب من عنده عشان يؤكد العلاقة بين الفلوس دي والتجارة اللي كان بيقوم بيها ابو كارولين هناك وكلها تجارة محرمة دولية سواء كانت تجارة مخدرات او سلاح او ضعار طب فنم لو قدروا يثبتوا العلاقة دي ده يعني ممكن يدينه ويدخله سجن وممكن ياخد فيها اعدام وممكن يقض بيت حياته في السجن بس حضرتك برضو يا فهندة ما ردتش على اسواني موقف عمر عيبا لي شوف يا خالد السؤال ده الوحيد اللي ممكن يجاوبك عليه هو عمر شخصيا صباح الخير يا ماما ايه ده؟ رايحة فين؟ رايحة بيتي صباح الخير صباح الخير عليكم كلكم ايه ده؟ انت مرحتيش الكلية ليه؟ اصلا اوتنتوا كنا صهرانين طول الليل كنا بنتسلى سوا ايه ده؟ ازيك يا غير اهلا يا ساوس تعالي شوفي مامتي هو فيه ايه؟ عايزة تروح يا ستي لأ المرادة عندي انا واحمد عرف كده كويس ازيك يا حابت ازيك يا روح يلا يا ستي بكل تعالي معي يا بابا ايه ده؟ طب مش على قل نستنى احمد لما يعرف؟ طب وكده كده هيعرف طب على قل يا جماعة نستنى مادام نوها لما تيجي ايه مادام نوها جاية؟ اه؟ عليكي الكلام ده مبارح لأ نبقى نستنى يا ساوس هي دي باين عليها اهلا اهلا يا مدهونا اهلا بيك يا ليلة اتفضل اهلا 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 يا قصيدة اهلا بيك يا حبابت الزاح وحشاني 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 والله اهلا 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 يا حبابتي عامل ايد الوقت نحمد ربنا الحمد لله اتفضل يا مادام نوها شكرا اهلا الشاي اسماهان حاضر هاا مش نوها تيجي معي بقى لا يا تنتنو المرة دي الدور علينا الدور عليكي وانا بنت شويت بالدور اشتركوا في القناة اشتركوا في القناة